افتتح في محافظة الكرك أول فرع لديوان الخدمة المدنية بهدف التخفيف على المراجعين في محافظات الجنوب ومنطقة البادية الجنوبية رئيس الديوان الخدمة المدنية الدكتور خليف خلف لهميسات وخلال فعاليات الافتتاح أكد أن هذا الفرع جاء تجسيدا لرؤى جلالة الملك في عملية الإصلاح الشامل لكافة مرافق الدولة ولتطبيق اللامركزية في مختلف المحافظات الأردنية هذا أحد خطوات ومدارج تحقيق المركزية التي تسعى الدولة الأردنية للوصول فيها والتخفيف على الناس حقيقة الأردنيين والشعب الأردني يثمن عطاء ديوان الخدمة المدنية هذه الدائرة والمؤسسة الرائدة التي نهجت نهج أصبح يحتذى على مساحة الوطن العربي بل على مستوى العالم